السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة نتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا ألا وهي أهم الأدوية المهدئة والمنومة الموجودة في الصدلية كاملة وهنعرف إيه هي أهم المواد الفعالة المستخدمة ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول عشان مش نطول عليكم خلينا نبدأ بالعائلات على طول وأول عائلة معنا وهي عائلة البربيتوليتس والعائلة دي بتشتغل عن طريق أنها بتعمل على الجابا أكشن بمعنى أنها بتزود من تأثير الجابا وزي ما قلنا قبل كده في حلقة أدوية الصرع أن الجابا هو المين انهيباتري ترانسميتر أو حاجة كده بتشتغل زي الفرامل في الجسم والمميز في العائلة دي بقى أنها بتكون نونسيلكتف بمعنى أنها بتعمل جنراليزد سي نيس انهيباشن واخد بالك أن الجرعات الزايدة من العائلة دي ممكن تكون مميتة عشان كده بيكون جرعتها ووصفها تحت الإشراف الطبي بس وكمان أغلب المواد الفعالة الموجودة في العائلة دي ما بتستخدمش قوي وما عددش موجودة بسبب الأضرار اللي بتسببها أهم مادة فعالة لسه موجودة هي مادة الفينوبربيتون والمادة دي بتنزل بتركيزات 15 ميلي جرام 30 ميلي جرام 60 ميلي جرام و100 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الفينوبربيتال والسومينال والسومينالتا واخد بقى لك أن المادة دي برضو بتستخدم لعلاج الصرع وجراتها ووصفها بيكون تحت الإشراف الطبي بس نيجي للعائلة اللي بعد كده وهي عائلة البنزو دايز بينز والعائلة دي بتشتغل زي العائلة اللي فاتت بمعنى أن بيكون لها على الجابة أكشن وبتزود من تأثير الجابة بس المميز في العائلة دي إنها بتكون سيلكتف أكتر وده بيخلي أثارها الجانبية تكون أقل بكتير من عائلة الباربيتوريتس اللي فاتت عشان كده أغلب الدكاترة بتفضل عائلة دي عن العائلة اللي فاتت لأنها بتكون أكثر أماناً أول مادة فعائلة في العائلة دي وهي الأوكسازيبام والمادة دي بتنزل بتركيزات 10 ميلي جرام و15 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الكوميدورمير والأوكسازين والأوكسيبام ودي طبعاً جرعتها ووصفها تحت الإشراف الطبي بس نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الألبرازولام والمادة دي بتنزل بتركيزات ربع ميلي جرام ونرص ميلي جرام و1 ميلي جرام و2 ميلي جرام و3 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي البرازولام الريستولام التيبازوليكس الزانيكس والزولام والزولابار ودي طبعاً جرعتها ووصفها تحت الإشراف الطبي بس نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الكولونازيبام والمادة دي بتنزل بتركيزات 2 ميلي جرام والسوق منها هي البرومازانيل والبروبام والكالميبام والكالميتانيل والليكسبام والليكسوتانيل ودي طبعاً جرعتها ووصفها تحت الإشراف الطبي بس نيجي للمادة اللي بعد كده وهي التترازيبام والمادة دي بتنزل بتركيز 50 ميلي جرام ويتلاقيها في دواء واحد بس وهو المايولاستان وده طبعاً جرعته ووصفه تحت الإشراف الطبي بس نيجي للعيلة اللي بعد كده وهي عائلة الزيت هبنوتكس والعيلة دي تتبع عائلة البنزو دايز بينز وبتشتغل بنفس الميكانيزم بالزبط بس المميز فيها ان بيكون لها هبنوتك إفكت بس بمعنى انها بتشتغل كملوم ومضاد للقلق بس وبتستخدم في حالات القرق وعدم القدرة على النوم وعصارها الجانبية بتكون أقل من الأدوية اللي فاتت وطبعاً يفضل وصفها عن طريق الطبيب المعالج بس أول مادة فعالة وهي الزولبيديم ودي بتنزل بتركيز واحد بس وهو العشرة ميلي جرام وده هتلاقيه في دواء واحد بس وهو الزوديام أعراس وده طبعاً يفضل وصفه عن طريق الطبيب المعالج بس نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الزالبلون والمادة دي هتلاقيها بتنزل بتركيزات خمسة ميلي جرام وعشرة ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي سيستا سليب ايد وي الزالوسيد وده طبعاً جرعته ووصفه عن طريق الطبيب المعالج بس نيجي ليه المادة اللي بعد كده وهي الزوبيكلون والمادة دي بتنزل بتركيز واحد بس وهو السبعة ونصف ميلي جرام وهتلاقيها في أدوية زي الهبنور والزوبيكلون وده طبعاً جرعته ووصفه تحت الإشراف الطبيب بس نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الزوبيكلون والمادة دي بتنزل بتركيزات واحد ميلي جرام واثنين ميلي جرام وثلاثة ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الماجيك بكلون النستا كوران النايت كال والنكتي بلون سليب ايز وي السليب كلون وده طبعاً جرعته ووصفه بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس نيجي بقى للمادة اللي بعد كده وهي البوسبيرون والمادة دي ما بتنتميش لعائلات اللي فاتت لأنها بتشتغل بميكانيزم مختلف تماماً وده عن طريق إنها بتعمل بارشال أجونست على ال 5HT1A ريسيبتور وده بيخليها برضو متخصصة بمعنى إنها بتكون منوم بس وبتخفف من حدة الألق بس طبعاً بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس والمادة دي بتنزل بتركيزات 5 ميلي جرام و10 ميلي جرام و15 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي البوسبالكس البوسبار والإكسوبار والنيوروباس والسيروبار وده طبعاً جرعتها ووصفها تحت الإشراف الطبيب بس نيجي بقى لآخر حاجة معنا النهاردة وهي الأدوية اللي بتحتوي على مواد طبيعية بس زي الدورنيفال كابسول أو السونجا نايت أروس والأدوية دي ينفع توصف عادي من غير الطبيب المعالج لأن ما بيكونش ليها أثار جانبية زي الأدوية الثانية لأنها بتحتوي على مواد طبيعية بس وبكده نكون لخصنا كل ما يتعلق بالأدوية المهدئة والمنومة الموجودة في الصيدلية كاملة وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشايرها لكل زمالك علشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جداً وفي النهاية سبحانك الله ومحمدك أشد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإتوب إليك والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر